ونشد مواطنون عبر تصريحات اليمن الشباب المجتمع الدولية ومنظماته الحقوقية التدخل لإنقاذ أرواحهم وأهلهم من الاستهداف الممنهج الذي يطال حياتهم في مختلف الأحياء والأسواق والمدارس مؤكدين ضرورة قيام الحكومة الشرعية بتحركات عاجلة وضرورة الحسم العسكري واستكمال التحرير القصف هذا كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم تعبنا من الكلام هذا تعبنا والله يعني كل يوم المستشفيات الآن كل المستشفى داخل تعز مليانين من الكلام هذا يعني فين حقوق الإنسان فين تعبنا من الكلام هذا والله تعبنا يعني واصحابنا قالسين في نوم العسال يعني ما فيش حل الكلام هذا يعني على كذا حكومتنا أي كلام والله المليجيات الحوذية تقوم باستهدافة المدنيين والآمنين في مساكنهم وترويع الأطفال وطلاب المدارس الذين في فيتوم وهذا ما يسبب الخوف وذعر وجنه جميع التالي بها اشتركوا في القناة